الحضر موت حركة النقل من وإلى المحافظة بعد أن أقام مسلح والقبائل قطاعات قبلية في أهم طرق الرئيسة الرابطة بين حضر موت والمحافظات الأخرى وأوضح مراسل قناة أزال أن رجال القبائل أقاموا ثلاثة قطاعات أحدهم في منطقة عذاب بمديرية حورة ووادي العين وآخر في مديرية القطن والثالث في منطقة بروم لا فتن إلى أن هذا التصعيد يأتي للضغط على السلطات بعد تجاهلها لقضية الطفل المختطف سالم صالح البطاطي لدى قبيلة مصعبين بمحافظة شبوة وذكرت مصادر قبلية أن قرابة 200 شاحنة وقاطرة محملة بمختلف البضاعي والمحروقات لم تتمكن من الدخول أو الخروج من وإلى المحافظة جراء القطاع القبلي وإلى المحافظة جزء يثيرا